تم اغلاقه دي الجلسة التانية وهي ما زالت مستمرة بالمناسبة يعني كل جلسة الظاهر شكلها هتمتدل اكثر من جلسة طبعا احنا النهاردة تأخرنا شوية وانا بعتزل الجمهوري في ملك وكتابة لان طبعا ما توقعناش ان احنا هنقعد كل دا ولكن نظرا لانه كان اعتماد اربع جلسات للمكتب التنفيذي فطبعا كان فيه الكثير من القرارات فيه قرار يخص الكرة هتخليه في الاخر عشان ما حدش يروح منكم بص يا سيدي دلوقتي تعارفين كان المجلس كان تقدم ببرنامج اسمه عائلة الاهلي فكان عبر سبع جلسات ماضية تلاتة مجلس ادارة واربع مكتب تنفيذي وخلي بالكو ان حيبقى فيه جلستين للمكتب التنفيذي الاسبوع الجاية وجلسة اخرى للمجلس الادارة في نهاية الاسبوع يعني فيه جلسات تلات جلسات اخرى قبل نهاية هذا الشهر معنى كده ايه ان فيه الكثير من العمل المكثب جدا للانطلاق في البرنامج الذي كان تم طرحه على حضراتكم باسم عائلة الاهلي طبعا المشروعات الهندسية استحوزت على اهتمام المجلس في اربع في العديد من المشروعات الهندسية في السلاس فروع تبدأ مثلا التجمع الخامس في التجمع الخامس تم وضع المخطط العام بعد التعديل على ما سبق تركه من المجلس السابق تم التعديل عليه وضع مخطط عام تم تقديمه الى الجهات المعنية هيئة المجتمعات العمرانية علشان تبتدي تعتمد المخطط ده وتشرع في اعطاء في اعطاء الموافقات والترخيص والاجراءات اللازمة لتنفيذ المراحل الاولى عشان نبدأ في التنفيذ في اقرب وقت بالنسبة لمقر مدينة نصر كتبته السامير بالنسبة لمقر مدينة نصر تكييف صالة الكراتي إنشاء منطقة جديدة لجلوس الاعضاء محتاجة اضافة مساحات جديدة البدء في التنفيذ تطوير حمام السباحة بالمنطقة الترفهية بالنسبة لأسوار النادي في الثلاث فروع والواجهات حيتم عمل تصورات وتعديل في شكل وجهات النادي وبوابات النادي في كل الفروع أيضا في مدينة نصر هيكون في مكان مغلق للأطفال يعني منطقة مخصصة مش حضانة إنما يعني الأسرة تقدر سيب بابنها تعرف أنه مش هيخرج من الحتة دي في مدينة نصر لكن أعتقد أن ده هيبقى في كل الفروع لأن هي المنطق لأنه برضو مكتوب هنا ما أجي أقولك الشيخ زايد هتلاقيه في الشيخ زايد في الجزيرة هتلاقيه في الجزيرة في الشيخ زايد في دراسة إن يقفلوا حمام السباحة ما يبقاش كده في الطل كده يبقى منطقة لها خصوصيتها وأيضا منطقة مغلقة للأطفال بنفس المنطق إنها تبقى زي حضانة الأم تقدر سيب ولادها وتروح مشوار وترجع تاخدهم من الحتة دي هيتعمل مقار للشار العقاري في الشيخ زايد وأيضا أسوار النادي وبواباته وعلى فكرة تطوير الأسوار والبوابات سوف ينتهي العمل فيها خلال أسبوع بإذن الله الرسومات مش العمل فيها يعني سيتم الانتهاء من تقديم الرسومات والمقترحات لاعتمادها عشان نشرع في تنفيذها النادي يشرع في تنفيذها الجزيرة البدء في استخراج ترخيص صالة الكاراتيه حيبقى فيه صالة الكاراتيه وده كان مطلب للأعضاء خلال الجوالات الانتخابية عشان تبتدي تتنفذ استكمال تشطيب مبنى المدرج الجديد المبنى المدرج الجديد ده كان معمول وكان منحقة به مجموعة من الاستخدامات حيبتدي الانتهاء من هذه المرحلة بالكامل الجزء القديم بقى اللي هو الجوالنادي ده اللي هو فوق جهاز الكرة الحالي وفوق الجيم والعيادات والحاجات دي سيتم هدم المدرج القديم لحد المقصورة يعني من الأرض لحد المقصورة عشان يعني نحتفظ بها وفي نفس الوقت نضيف إليه أماكن جلوس الأعضاء لكن الدور العلو ده هيتم يزالته فيعمل رئة للنادي الأهلي تبقى الدنيا مفتوحة على أطرافها وأيضا نفس الكلام تطوير الأسوار والواجهات ده فيما يتعلق بالعمل الهندسي ولكن عشان نعمل كده طبعا مسألة الترخيص ومسألة الجاري ولا الإجراءات كان يقتضي إنشاء إدارة اسمها لعلاقات الحكومية والترخيص تم اختيار أقول لكم حالا اللواء ياسين عبد الباري مديرا للعلاقات الحكومية والترخيص عشان يبقى يا جماعة عملية الترخيص دي أهم عملية وأعقد عملية أكتر عملية بتاخد وقت يعني ما نيجي نبني مبنى يمكن المبنى كله ممكن تطلعه في سنة وتقع السنتين تطلع على الترخيص فإن كانش حد له دراية وعنده اتصالاته وعنده خبرته في هذا المجال المسألة حتاخد وقت طويل ومن ثم يبقى هذه الإدارة المستحدثة واحدة من أهم الإدارات لإنهاء وتسهيل وسرعة العمل كمان في خلال أجازة نص السنة ده في نطاق بقى النشاط الاجتماعي في برنامج مكسف للرحلات والطرفيه خاصة للأطفال وتم اعتماد هذا البرنامج وسيتم طرحه أو ابتدوا يحطوه حتى على لوحات الإعلان برنامج مكسف للفروع السلاس علشان الأعضاء يستمتعوا به في أجازة نص السنة كمان يا سيدي إدارة العضوية استقبالت المئات من الرغبات واعتمدت جزء كبير منها وما زال العمل على قدم وصاق في استقبال المزيد لأن بعد يوم 31 حيبدأ زيادة العضوية بمئة ألف جنيه فعايزين برضو يا جماعة نوضح للناس الراغبين في عمل العضويات في النادي الأهلي سرعة التوجه للنادي الأهلي وكل من تقدم حتى ما عملش الانترفيو هيعتبر أنه تقدم بإذن الله خلال الفطرة المسموح بيها واللجنة للنهار قاعدة عشان تستقبل العضويات وتوافق عليها تم الموافقة على سفر فريق الغدس إلى هولندا للاشتراك في بطولة دولية مدرجة في الأجندة الدولية في الفطرة من 31 حتى 6 2 فرق الغدس بقى ما عرفش ضروري كذا الغدس تم الموافقة على سفر فريق الغدس إلى هولندا للاشتراك في بطولة على الأجندة الدولية من 31 إلى 6 2 على فكرة أنا قلت كده قلت بس ما قلتش التقطية قلت غلق منطقة السباحة بشيخ زايد لمزيد مخصصية هم حيغطوه ده حاجة كمان حاجة لوزق أو يعني مش حيغطوه من 31 6 2 ده الغدس إعادة يعني ضم الكابتن محمود الخطيب ضم الكابتن محمود الخطيب والأستاذ العمري فاروق والأستاذ خالد الدرندلي إلى مجلس إقدارة مجلة الأهلي وإجراء بيبقى إجراء تقليدي علشان تسهيل العمل والتوقعات والحسابات والأمر ده إجراء يعني معتاد يعني ماشي الموافق على تطوير العيادات الطبية على أحدث مستوى يقدم أرقى خدمات للسادة الأعضاء لفرعي الجزيرة ومدينة نصر مع الموافقة على توريد كافة الأجهزة الخاصة بالعلاج الطبيعي للشيخ زايد أعتقد خبر مهم يهم السادة الأعضاء جدا في بقى حاجات إدارية زي الغاء رسوم اشتراك حمام السباح بالشيخ زايد تعرفين كان فرض رسم اشتراك على سادة أعضاء الشيخ زايد 200 جنيه أظن في السنة أو 150 وده ما كانش موجود لا في الجزيرة ولا مدينة ناصر فتم إلغاء هذا القرار كذلك سرعة متابعة التحصلات يعني النادي الآلي له التحصلات في المنافذ والحاجات دي ده إجراءة يعني إدارية عشان نحصل مستحقات النادي من الجهات اللي عليها مبالغ للنادي الآلي كذلك تعرفين كان فيه مجموعة من العاملين كانوا قد تقدموا بالتماسات علشان بعضهم اتنقل بيقولوا ان اتنقل نقل تعصفي وبعضهم اترفض فتم فحص كافة الحالات والحالات اللي فعلا تم التأكد من تعرضها لقرارات تعصفية يمكن يكونوا حوالي عشرين حالة ولا حاجة تم إلغاء القرارات الصادرة بشأنها كل واحد رجع مكانه يعني فيه ناس طبعا كانت واحدة تقارير ضعيف ومش عارف ايه دي او عليها جزاءات دي خلاص هتمشي كمان فيه سعيا الى تطوير صندوق العاملين تم تكليف السيد طاري انديل رئيسا لمجلس ادارة هذا الصندوق وممثلا عن النادي انه يعيد تطوير اللوائح لمنح مزيد من المزايا للسادة العاملين في النادي من هذا الصندوق الموافقة الاطلاق اربعتاشر لاجنة في اربعتاشر لاجنة هترعى جميع مناحي الانشطة في النادي الاهلي بدأ مقول لاجنة كذا لاجنة تحول لكم اسميم على طول الرحلات السقافية الرواد النشاط الرياضي والترفيهي او الترويحي المرأة مراقبة الجودة والمطاعم دي لاجنة مهمة جدا معنية معنية بان تتأكد من ما يقدم للسادة الاعضاء مطابق المواصفات وصالح للتقديم تنمية الموارد الطبية الاستثمار ودي لاجنة تانية استثمار غير تنمية الموارد الشباب والشباب هيتم بحثها بشكل مكاسف لانه قد تنطوع لأكثر من تفصيل أو أكثر من لاجنة التطوير التكنولوجي ودي حاجة جديدة القدرات الخاصة لزوي الاحتياجات الخاصة لاجنة فيها ستبقى مسؤولة عنهم وبعدين المسؤولية المجتمعية لاجنة ستبقى بتخترح إيه أوجه إسهام النادي الأهلي في المسؤولية المجتمعية وتعمل الاتصالات اللازمة وتحصل على الموفقات اللازمة كذلك اللجنة القانونية ثم اللجنة القانونية فضل المنازعات يعني هيبقى فيه لجنة قانونية وفضل أي مشاكل هيبقى فيه اللجنة دي تعاون في بحث الأمور طبعا كل اللجنة دي تم بالفعل عمل اللوائح بتاعتها وسوف يتم العرض على المجلس القادم علشان تعتمد يعني فيه مجهود تامي دي مش مجرد أسماء طرحت لا كمان كل لجنة بلواحة هتشتغل إزاي تشكيل لجنة لتطوير النشاط الرياضي تعارفين الأستاذ محمد الغزاوي كان قد كلف بدراسة تطوير قطاع النشاط الرياضي فقدم مقترحا بعمل لجنة تضم كل من عضوية السادة رؤوف عبد القادر عارفينه كلكم كان مدير نشاط سابق الأستاذ أمين عامر وده كان عدو مجلس إدارة سابق وبطل سباحة عارفينه برضو بتوع الرياضة عارفينه والأستاذ سامح حمدي وده كان مشرفا على الكرة الطائرة وعدو الاتحاد المصري لكرة الطائرة وأخ كابتن حسن حامدي قبل ما تقولوه بالنسبة لمباراة إتليك ومديريد سيتم طرح التذاكر هي خلاص الطبعة هتتختم هتبقى جاهزة يوم السابق هتتختم من مديرة الشباب الإسكندرية ثم هتتحط في منافذ في الأسكندرية في استاد إسكندرية خمس منافذ ده للجماهير بالإضافة إلى أن من مبارح وأول والنهاردة بكرة حتى معاد المباراة ما زال العمل بالحجز الإلكتروني واستقبال كل من يريد أن يحجز بعد أنه يدون بياناته عشان يحجز تذاكره ويستلمها من أقرب فوري لمسكنه يعني هو سكن فين بيقول أنا بياناتي كذا كذا يروح لأقرب فوري بعدما يحاول يدفع الفلوس ياخد التذكرة المخصصة له بالنسبة للسادة أعضاء النادي الأهلي سيتم تخصيص جزء من هذه التذاكر تتباع في فروع النادي الأهلي الثلاث للأعضاء فقط في القاهرة البيع للأعضاء فقط من خلال النادي بالنسبة للقاطنين في أنحاء الجمهورية بما فيهم القاهرة يبقى بالحجز الإلكتروني بالإضافة إلى عشان المطش في اسكندرية فيه خمس منافس بيع من يوم الحد هتكون موجودة في استاد الأسكندرية كرة القدم تم تشكيل لجنة كرة القدم برئاسة الكابتن محمود الخطيب الرئيس النادي عضوية كل من كابتن عبدالعزيز عبدالشافي الكابتن علاء عبدالصادق والاتنين دول ليهم سبب في الاختيار أولا أن هما الاتنين كانوا بيتولوا مسؤولية قطاع الكرة في الفترة اللي فاتت فمش هياخدوا وقت طويل مع اللجنة أن يدلهم إيه المشاكل العملية اللي وجهتهم وإيه الحاجات اللي جات والتباعد واللعيبة اللي جات يعني كل شؤون كرة القدم هيبقى ليهم ضراية بيها هما الاتنين بالإضافة إلى أن الكابتن زيزو سعين تحت مسمى حاجة جديدة يا جماعة العالم كله ماشي بمسمى المدير الرياضي المدير الرياضي يعني أنا كنت وأنا في كاس العالم الأندية عملت حديث مع المسؤول عن التعاقدات والمطشات الودية كل الاستثمار في نادي منشيستر يونايتد فقلت له اختصاصك ايه لقيته برسولي اختصاصات قلت له طبما أنا هي نفس اختصاصات قال ما هنت المفروض بقى اسمك المدير الرياضي فعملوا كابتن عبدالعزيز عبدالشافي في تطوير استعداد النادي الاهل يمشي صح زي العالم كله بصلاحيات المدير الرياضي اللي هي ايه بقى مسؤول عن التعقضات حسب احتياج الفريق الاول وقطاع الناشئين والعمل على التنصيق ما بين قطاع الناشئين والفريق الاول في عملية الاحلال والتجديد التنصيق مع الادارة الفنية لهذه القطاعات الشباب والناشئين لتقييم فني لجميع لعيب الفرق المختلفة ثم العمل على تعظيم ارادات النادي حسب ريوته الفنية المتمثلة ايه في بيع الفائد او اعارة الناس اللي هما فيه او فيه يعني النادي عايز يحتفظ بيه ومش عايز يفرض فيه بشكل انهائي وكل ده حيقدم بيه توصيات يخش بيه على لجنة الكرة ياخد موافقات يعني هو ما عنده صلاحيات التنفيذ لكن عنده يدرس ويقدم تصورات تكون موضع الاعتبار من خلال لجنة الكرة اللي هو عيده فيه ايضا هيكون مسؤول عن لجنة مهمة جدا لجنة فنية اللي هو كابتن علاء مسيكها دلوقتي مع مجموعة من اصحاب الخبرة في التقييم والكشفين بيعمل تحت ايدهم كشفين في كل انحاء الجمهورية لاستكشاف او لاكتشاف المواهب اللي انت محتاجها سواء داخل مصر او خارج مصر لأ علاء ميوب جزء من مسؤولة الكابتن عبدالعزيز في الحتة دي المدير الرياضي هو خلاص يابني هو الامبريلا اللي كان بيسموه مدير قطاع هو اسمه المدير الرياضي بس اضيف إليه بعض المسائل المالية وتعظيم الإرادات ايضا مسؤول عن استفاء جميع البيانات الخاصة بانتقالات اللاعبين المحليين والأجانب والبطاقات الدولية تبقى للواعي الاتحاد الدولي اللي بيسموه TMS عمليات الانتقال يا جماعة شديدة الحساسية اي غلطة بتحصل في بيان من البيانات قد تكلفنا اموالا لا داعي له فهو مسؤول عن صحة البيانات مسؤول عن صحة الاجراءات مسؤول على انه يتبع كل شيء في التوقيت اللي بيقرروا الاتحاد الدولي اي اسئلة لحضراتكم انا اعتقد ان اخر حاجة نكررها ان المكتب التنفيذي هيبقى فيه مكتب يوم الاثنين ومكتب يوم الاربع كده هيبقى كده المكتب التنفيذي اجتمع ست مرات الشهر ده مجلس الادارة هيجتمع في اخر يوم في السنة يوم 31 عشان يعتمد هذه القرارات ودومتم ايه لسه 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 احنا اهو لسه الشغل مفتوح اشكركم جميعا عايز اقول حاجة جماعة بلما تمشي كلكم من فضلكم يا جماعة احنا بنعمل المؤتمر ده عشان نسهل لك عمالك فسهلولنا عملنا مش معقولة ان انا اخرج من هنا عشان الاقي 10 15 مكالمة بتسألني ايه اللي تم في مجلس الادارة لن اصرح ولن اعمل مداخلات بشأن هذا المؤتمر والقرارات الخاصة بمجلس الادارة الا من خلال هذا المؤتمر ارجو من جميع وسائل الاعلام الحرص على التواجد او يتفقوا من اللي بيمثلهم من الحاضرين لان كمان انا مش معقولة هفضل لحد الفجر ارد على تليفونات واصحة الصبح ارد على تليفونات اكرر نفس الكلام وقد انسى حاجات وقد ادي حد وارد على حد وما ردش على حد فارجوكم كلكم تبلغوا بعض الحرص على حضور المؤتمر وده احنا هو بنتعب مع بعض بس بناخد شغل وبنروح بيه كلنا مبسوطين شكرين جدا يا جماعة